الاحتجاجات تتصاعد مجددا في شوارع هونغ كونغ مع التجمع حشود من المتظاهرين في وسط المدينة لرفض مناقشة مشروع قانون يجرم اي مساس بالنشيد الوطني الصيني بعض هؤلاء المتظاهرين رددوا هتافات ضد الشرطة امام مبنى برلمان هونغ كونغ بينما ردت الشرطة باطلاق رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين اشروا بقلق من قانون النشيد الوطني اعلموا انه سيمر في نهاية المطاف في المجلس التشريعي لان المشرعين المؤيدين له هم الاغلبية انتقلت من الصين الى هونغ كونغ وانا صغيرة ولهذا السبب اعرف ظلم داخل الصين وانا قلقة من ان تفرض الصين قيمها ونظامها على هونغ كونغ كما تجمع مئات المتظاهرين في منطقة تأكوز وي بي التجارية المزدحمة والتي تعد قلب الاقتصاد في هونغ كونغ وبدأت المناقشات في المجلس التشريعي حول النص الذي ترى الحركة المؤيدة للديمقراطية انه يمس بحرية التعبير بعد قرار الصين فرض قانون للامن القومي على هونغ كونغ والذي جاء بعد اشهر من المظاهرات التي شهدت اعمال عنف في بعض الاحيان في المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي ودعت الحركة المؤيدة للديمقراطية الى الاحتشاد يوم مناقشة مشروع القانون الذي يهدف الى معاقبة من لا يحترم النشيد الوطني الصيني بغرامة مالية باهظة وبالسجن ثلاث سنوات اشتركوا في القناة